السؤال الأخير لأختنا ريم تقول كيف يتغلب الإنسان على الشعور باليأس بعد كثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل فيه ورؤية بعض البشائر مثل الرأى والأحلام التي تبشر بقربي إجابة الدعاء لكن لا يرى فيه بوادر للإجابة لما دعا به الدعاء باب عظيم ينبغي بالإنسان أن يستشعر أن الدعاء مطلوب لذاته وليس لكونه وسيلة لغيره فإنك بالدعاء تناجي رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين تخاطب من خلقك ورزقك ومن ستقف بين يديه ومن هنا فعالإنسان أن يستشعر أنه هو المستفيد بكون الله قد وفقه بعبادة الدعاء عندما ينال الإنسان حظوة عند بعض ذوي الدنيا من أصحاب المناصب أو الأموال أو غيرها يجد في نفسه فرحا بذلك أنه تمكن من التواصل معهم وكان بينه وبينهم علاقة فكيف لا يستشعر بهذا المعنى في علاقته مع رب العزة والجلال فكونك توفق لأن تدعو الله هذه نعمة عظيمة ينبغي بنا أن نستشعرها وأن تكون مقاصدنا فيها أخروية وليست دنيوية ومن هنا فالدعاء مقصود لذاته حتى ولو لم يتحقق ما دعا به الإنسان ثم قد يدعو الإنسان بما يلحق الضرر به فيحميه الله جل وعلا من حصول مطلوبه لما يعلمه من آثار مترتبة على تحقيق هذه الدعوات كم من إنسان جاءه المال فغره وكم من إنسان اكتسب أموالا فكانت سببا لظلاله ولدخوله في أبواب من السوء تعود عليه بدخوله في أبواب منكرات ومخدرات وغيرها وبالتالي ينبغي بالإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا إذا أحبه فسيحميه مما يضره ولو كان محبوبا لنفسه ولذا قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ومن هنا فالإنسان لا ينبغي به أن يكون كذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال في هذا الأمر وقال مفسرا للاستعجال في هذا الأمر أن يقول دعوته ثم دعوته فلم يستجب لي فإن الله جل وعلا له حكم في تأخير الإجابة وقد يكون من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يلاحظها أن يلاحظ ما يعوض الله به العبد عن تحقيق مطلوبه فقد يفتح الله لك أبوابا أخرى خيرا من الباب الذي دعوت به فتكون مصلحتك في تلك الأبواب لا في الباب الذي دعوت به قد يدعو الإنسان بشيء من خيرات الدنيا فيعوضه الله بخيرات أخرى تكون أحسن وأجمل وأفضل له قد يدعو بمال لكنه لا يستجاب له في المال ولكن يحقق الله له مقصود من ذلك المال فتحصل له هناءة النفس يحصل له حسن العلاقة مع الآخرين يحصل له رضا من حوله لو اكتسب المال لحسده المقربون عنده ولكان ذلك سببا من أسباب سعيهم إلى أن يتكلموا فيه وأن يقدحوا فيه وأن يقوموا باستنقاص مكانته لأنه لم يقم معهم في أمورهم ولذلك فالعبد لا يدري أين الخير والله جل وعلا يختار له ما هو الأصلح له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له ولذلك هذه الدنيا ليست محلا للنعيم الدائم وإنما هي دار الأكدار والأحزان ونقص ما قد تطلبه نفس الإنسان ولذا قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثم إذا نظرت إلى نعم الله عليك وجدتها أعظم بكثير مما طلبته وكثير من النعم يغفل بعض الناس عن كونها نعما ويظن أنها أشياء واجبة على الله جل وعلا ومن أمثلة هذا النفس الذي تدخله في جوفك نعمة من الله عليك في كل ثانية بل في كل جزء من أجزاء الثانية فلماذا تنسى هذه النعمة ونظر إلى تيسير دخول الأكل وخروجه لو حبس الله الريح في بطن الإنسان لعانى الأمرين وأقسى الأمور ضراوة بسبب ذلك وهو مجرد ريح انظر إلى ما في هذا الكون في نهار في ليلة في أعضاء البدن التي يتمتع لإنسانه بأنواع النعم فيها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان يتكلم وفم يأكل وأجزاء الأجهزة التي في البدن هضميها وتنفسيها وإلى غير ذلك من الأعضاء العظيمة هو النعم الكبيرة التي في خلق الإنسان وذلك على الإنسان أن يستشعر أن هذه العبادة عبادة الدعاء لصالحه وأنه هو المستفيد منها وأنها توفيق من الله جل وعلا أن وفقه لأن يدعو حتى ولو لم يستجب لدعاءه وليعلم بأن الله جل وعلا يغار على عبده فيحميه من مطلوبه الذي يلحق به الضرر وعليه حينئذ أن يحمد الله على أنه لم تستجب دعوته لكوني عدم استجابة دعوته من صالحه ومن فضل الله عليه